السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاي طلبت وطالبات الصف الثالث الاعدادي النهاردة ان شاء الله هنحل محافظة جديدة محافظة الاليوبية 22 طبعا فصل دراسي ثاني طبعا الملف اللي احنا هنشتغل منه هسيب لكم النسخة فيه سندوا الوصف اللي حابب يحملها ويذاكرها زياد and خالد are talking about خالد's favorite sport favorite sport كلمة مش جديدة الرياضة المفضلة بيقول له هاي خالد is there a club near your house عندكم نادي قريب من بيتكم رد علي يقول له my favorite sport is swimming يبقى طبعا هنا قال له طبعا قال له yes there is طبعا يوجد سأله سؤال قال له رياضة المفضلة السباحة لما حد يقول رياضة المفضلة السباح يبقى انا سألته ايه قلت له what your favorite what's your favorite sport ما هي رياضة المفضلة قال له حاجة يقول له I practice it twice a week مرتين في الاسبوع يبقى كم مرة عندنا كلمة كم مرة ممكن نقول how often وممكن نقول يا سنة تالتة how many times براحتك practice ده فعلا ما فيوش is هجيب له do وال I وحول إلى you يبقى how often do you practice what's بقى لك a day انت بتمارس it اللي هي السباحة قال له who do you go to the club with بتروح مع مين هقول له I go to the club انا اذهب للنادي مثلا with مع my family مع العائلة او with my friends مع اصدقائي do you enjoy swimming هل بتستمتع بالسباحة كده بعد ده كله مش هيقول له no yes I do السؤال سهل وواضح ومفهوش اي تعقيد السؤال التاني بيقول لي كلمة competition منفسة saved انقذة engineering هندسة match مباراة ريسير شرباحس save ينقذ ايجبس ايمن رقب فاكرين طبعا احنا ايمن رقب space science currently located in فيلند دلوقتي هو في فيلندا يبقى المفروض هنقول researcher يعني researcher باحث graduated with honors وتكرم from the faculty of من كلية ال ايه كلية competition ولا saved ولا الانجينيرين طبعا كلية الهندسة at a swan university he worked as a teaching assistant مساعد مدرس او دكتور يعني at the same university until 2019 حتى 2019 he entered هو دخل nasa's نقط and came second دخل ايه دخل competition وحصل على المركز الثاني he has recently found ways to نقط energy ويندرز a little gravity طبعا تو بيجي بعدها المصطر علشان يوفروا طاقة يبقى to save energy لتوفير ايه الطاقة السؤال الثالث comprehension سؤال قطعة قطعة جميلة جدا عن الدكتور المصري طبعا الدكتور الكبير جدا مصطفى محمود مصطفى محمود was an Egyptian doctor دكتور مصري فلوسفر فيلسوف and author وفنان he was born in شبين الكوم منوفية in 1921 his father worked as a secretary كان شغل سكرتير in the governorate فم حفظة الغربية his father's long time illness مرضو patience صبرو فيث اخلاصو ايمانو and pure nature وطبيعته النقية had a great effect on his وهتخطحت his character على شخصيته عايز يقول ايه مرض بابا وصبرو وإيمانو وطبيعته النقية أثرت على شخصيته and writings وكتاباته على شخصيته دكتور مصطفى and also remained وظل in his mind throughout his life طوال حياته مصطفى محمود was trained as a doctor تمرن كدكتور but later he chose a career اختار وظيفة تاني او مهنة تاني اذا جورناليستك صحفي and author ومؤلف traveling and writing يحب السفر والكتابة on many subjects في مواد كتير in the year 1960 he left his medical career ساب المجال ده ساب المجال ده and they gave all his time وصخر وقت two for writing for writing for news paper بنا مسجد ومؤسسة خيرية which were named after him اطلق عليها اسمه he had two unsuccessful marriage تزوج مرتين زوج ما كانش ناجح which ended with a girl وانتهى ببنت and a boy called اسمعهم امال ان ادهم اولاده finally he died توفف 2019 leaving 2009 a great history ترك خلفه تاريخ عظيم behind him اول سؤال معنا بيقول لي مصطفى محمود was known for his TV popular program كان مشهور بالTV popular program اسمه animal world medical clinic health and support science and face طبعا اللي هو العلم والايه العلم والايمان بعد كده هنا بيقول لي كلمة هز بتشير لمين اللي ادهم مصطفى نجيب محمود طبعا الدكتور مصطفى مصطفى محمود was years old when he died كان عنده كم سنة لما توفى هو ولد في 1921 وتوفى في 2009 لو حسبناها اللي هي تقريبا الفترة الموجودة 88 سنة بعد كده هنا بيقول لي what kinds of writings did مصطفى محمود write in ايه نوع الكتابات اللي الدكتور مصطفى محمود كان بيحب يكتب فيها طبعا لو رجعنا هلا ان هو كان بيحب يكتب في science موجودة زي ما هي طبعا في القطعة كان بيحب يكتب في العلوم كان بيحب يكتب برضو في philosophy philosophy اللي هي الفلسفة وبردو كان عنده برضو في religion اللي كتب كتيرة جدا في religion اللي هو الدين وكان برضو بيحب يتكلم في الploatex في السياسة واخر حاجة and society والامور اللي بتخص society اللي هو المجتمع دي اخر حاجة هو كان بيحب يكتب فيها when did he start his career as a writer متى بدأ وظيفته ك writer مكتوبة طبعا in 1960 1960 what affected مصطفى محمود the character اللي أثر على شخصيته احنا قلنا في الاول خالص في تالت سطر في الكتاة his fathers ماله بابا كان عنده مرض long time illness اللي هو مرض طويل الامد يعني طول فترة المرض بتاعه ومرض الشفاء منه بياخد فترة وايه تاني كان عنده صبر دي حاجات اثرت على شخصيته وكان عنده اخلاص وايمان مش بس كده وطبعا هو اصلا ربنا خلقه طبيعة نقية وبعد كده عندي سؤال تشوز سؤال اختيار اول جملة معايا بيقول A is a force يا قوة which attracts things or people تجزب الاشياء والناس to the center of the air لمركز الارض solar system gravity shuttle مكوك ساتليت القمر الصناعي طبعا الجاذبية يوسف ساكسيد in his exam last year نجع the word ساكسيد in means معناها ايه post post الموزج post الموضي طبعا معناها pass pass اللي هي يمر او اي او ينجح طبعا هنا كلمة pass متكررة هنا في بس خطأ في الكتابة فالمفروض دي تبقى s pass الاختيار الاخير او ممكن اكتبع passed يعني مرة اعدلتها لكم طبعا زي موجودة في الورقة هي طبعا مكتوبة passed اللي هي نجحة او مر is the antonym of unknown unknown يعني غير معروف safe امن useful مفيد popular معروف boring طبعا popular بعد كده هنا بيقوللي we add the suffix to get the noun of the word govern اللي ينفع انضف لgovern governor er ly ive طبعا governor or you need to recharge your mobile زي بريفكس re means to charge it تشحنه تاني طبعا ريب ايه again يعني مرة اخرى the ability of doing something ولا متعمل حاجة كويس دي اسمها sale skull be gomgoma skill مهارة sale شراح طبعا دي skill يعني مهارة بعد كده عندي سؤال التصحية that all the building used to used to بعدها المصدر المصدر من is طبعا المصدر من is اللي هو كلمة be the pyramid the الاهرامات build southern of here زجو الاهرامات تبني يبقى تبنى او بنية اجو ماضي الاهرامات خلي باكو جامعي يبقى افرود هنقول where هذه اول خطوة واجب التصريف السالس من build اللي هو built يبقى بنيت شيرين said that she didn't watch the day before اللي كانت yesterday بجملة كانت ماضي بفرود هنستخدم ماضي تام طب الماضي التام بيتكون من had لان الماضي بيبقى ماضي تام ونفي had hadn't يبقى دائما الجزء had والتطريف السالس من watched hadn't watched بعد كده بيقول اياد buys the car if he doesn't have enough طب لو قلنا اياد will بيبقى باي زكار هيشتري السيارة لو ما عوش فلوس لا يبقى مش هيشتري يبقى هنفي will هتبقى won't buy will will مصدر لن يشتري نادا watch the film as soon as بتسوي after بعدها حدث اول بعد كده حدث ثاني نادا شافت الفيلم after she not does here homework يعني بعد ما عملت الواجب يبقى لازم طبعا حدث اول اللي هو احنا بنقول عليه ماضي تام يبقى مفروض نقول had واجيب التصريف من do did done اخر سؤال معانا عن day you spent on the beach يوم انت قضيت وعلى الشاطئ يبقى انت هنا مفروض ان انت هتكتب بزمن الايه الباست ما تقول هتقول أنا روحت مع العائلة أنا تسلقت الجبل أنا شفت حاجات كتير وتقول الحاجات شفت حافظ على التنس خلي بالك من الزم لانه بقولك يوم انت قضيت وعلى قد ما تقدر وبكده نكون وصلنا لنهاية محافظتنا محافظة الاليوبية انتظرونا ان شاء الله في محافظة جديدة مع تمنيات بدون التوفيق والنجاح والسلام عليكم ركتو